سعت المحكمة العليا في الهند للحصول على رد الحكومة الهندية على نداء عاجل من مواطنة هندية تبلغ من العمر 33 عاما لإنقاذ زوجها والعاملين الهنود الآخرين الأسرة من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن وقد جاء في الالتماس أن حياة أربعين هنديا بينهم زوج السيدة في الماثي في خطر وقالت في الماثي إن واجب الحكومة تجاه مواطنيها يمتد إلى ما وراء أراضي الدولة لأولئك الذين يكافحون في الخارج من أجل عائلاتهم في الوطن وقالت إن الهنود محتجزون في مرافق وأبنية تحتية غير كافية بينما يقتربون من الموت اشتركوا في القناة